قد تتغير معايير المباني وملامحها تبعا للحالة المادية أو المزاج العام إلا أن شيئا واحدا تتشاركه سطوح المنازل مجتمعا في هذه القرى من مديريات حجرية انقطعت تيار الكهربائي اللي هو الكهرباء العمومية وسببت عرقلة كبيرة للناس بسبب الحرب والأوضاع السيئة في اليمن وجاء البديل للطاقة الشمسية وغطت كل من تطلبات الناس الواحو الطاقة الشمسية البديل الذي فرض حضوره بقوة في ظل غياب تام للتيار الكهربائي الذي تسببت بقطعه حرب مليشية الحوث والمخلوع عندما بدأت الحرب توقفت الحياة بسبب انقطاع الكهرباء وغلاء المشتقات النفطية ووجدت الطاقة الشمسية اصبحنا نشغل العصارات وكل شيء في المحلات بوسط الطاقة الشمسية مع اول طلقة تطلقها المليشية على الدولة اليمنية عم الظلام كل جهات البلاد فتعطلت عجلة الحياة وكان لزاما على المواطنة ان يجد وسيلة تبدد الظلمة وتعيد الحياة الى دائرة الضوء تبدو الواح الطاقة الشمسية تجارة رائجة في الاسواق اليمنية بعدما طال الانتظار وذبلت امال المواطنين بعودة التيار الكهربائي في ظل السمرار الحربي وانحصار فرص السلام فواز الحمدي قناة بلقيس تعز اشتركوا في القناة